اشتركوا في القناة على باقي مناطق الوطن حالة التقس المرتقبة لهذه الليلة بإذن الله سنسجل أجواء مغشات إلى سافية وذلك على المناطق الشمالية الوسطى والغربية وحتى الداخلية من أيضا أجواء ممطرة تميز المناطق الشمالية الشرقية مع تشكل صحب كثيفة بالمناطق الداخلية الشرقية جواء مستقرة وصفية تميز جميع المناطق الشمالية وحتى الوسطى للصحراء مع تشكل بعض الصحب الخفيفة التي تلاشى تدريجيا على أقصى الجنوب درجات الحرارة بإذن الله المسجلة لهذه الليلة ستنخفض إلى مدون درجتين فقط تحت الصفر وذلك على البيض مدون درجة واحدة وذلك على باتنا درجة واحدة بالنسبة للجل فرط ناشن درجة بكل منع النابة ووهران تسع درجات على الجزيرة العاصمة عشر درجات بالنسبة لورقل سبع درجات بالنسبة لغردية خمس درجات فقط وذلك على بشرح داشن درجة بالنسبة لعنص على عشر درجات بيتندوف خمستاشن درجة بإيريزي وارباتاشن درجة بيتامانرس أما عن الحالة الجوية المرتقبة لصباحة الغد مشاهدين سنسجل أجواء مشمسة ومستقرة على جميع المناطق الغربية للوطن مع تشكل صحب كثيفة على المناطق الشمالية الوسطى أجواء ممطرة بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية فيما نسجل أجواء مغشات إلى صفية على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية وحتى على أقصى الواحد فيما تبقى الأجواء مشمسة ومستقرة على باقي مناطق الوطن مرويكم إلى درجات الحرارة المسجلة لصبيحات الغد 13 درجة بالجزيرة العاصمة 15 درجة على العنب 14 درجة بيوهران 3 درجات فقط بكل من الجلفة والبيض أربع درجات على باتنا 10 درجات بيوهران 9 درجات بالنسبة لغرضية 8 درجات على بشرط 10 درجة بالنسبة لتندوف 11 درجة بيعا صالح 13 درجة بإليزي و22 درجة كأعلى مقياس بثمان راسة عن الملاحة والصيد البحر لصبيحة الغد مشاهدنا البحر بحول الله سيكون هائج إلى مضطرب وذلك على السواحل الغربية وفق رياح جنوبية تصل سرعتها من 25 إلى 30 كيلومتر في الساعة مع السواحل الوسطى البحر سيكون من قريل الإضطراب إلى هائج وفق رياح شرقي تصل سرعتها من 20 إلى 25 كيلومتر في الساعة كذلك هو الحال بالنسبة للسواحل الشرقية وتكون الرياح شمالية غربية بحول الله نختم وياكم نشرة أحوال التقس بالمعلومات الفلاكية لشروق وغروب الشمس بالجزاء العاصمة وضواحها حيث الشروق سيكون على الساعة 7 و30 دقيقة أما غروب الشمس سيكون على الساعة الخامسة و33 دقيقة دقيقة بهذا مشاهدنا نختم نشرة أحوال التقس شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة